غياب الجزاء الدستوري يعطل حل البرلمان عبر منافذ الدستور المتاحة رغم اتفاقي فقهاء القانون وخبراء الفقه الدستوري على خروق البرلمان المتكررة وعدم التزامه بالسياقات الدستورية لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية ان مجلس النواب قد خرق احكام الدستور بامتناء اعضاء عن الانعقاد وحضور الجلسات لغرض استكمال الاستحقاقات الانتخابية لكن هذا الخرق لا يرتب عليه الدستور اي جزاء منصوص عليه وبالتالي المحكمة لا يمكن لها ان تبتدع او ان تتدخل في مثل هكذا نحو المادة الرابعة والستين من الدستور تتجه انظار المطالبين بحل البرلمان وهي المنفذ الدستوري الوحيد لنزع فتيل الازمة والانسداد السياسي في ظل عجز سابق ولاحق للبرلمان في انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات هناك حلية للبرلمان اما الحل الذاتي هو من الاغلبية من اعضاء مليس النواب او بطلب من رئيس الوزراء ومفقة رئيس الجمهورية وهذا الحلية صعبة بالنسبة للأول لان هذا حل ذاتي بالنسبة لأفراد الاعضاء مليس النواب والثاني حكومة تصرف اعمال لا يقبل منها هذا الحل لا توجد نصوص تتعلق بإيقاع الجزاءات على بجلس الدواب كمثلا حل المجلس وهذا نقص تشريعي واضح لا بد من استكماله وبالتالي نحن نتضامن مع الدعوة التي تدعو الى ضرورة تعديل دستور 2005 الذي اورث لنا الكثير من الازمات وقد يتفق المختلفون على ان الازمة لا تحل الا بحل البرلمان والذهاب سريعا لانتخابات مبكرة في ظل غطاء قانوني متاح لهذه الحكومة بتأمين تلك الاجراءات الا ان الخصومة والانداد لم يتفقوا على هذا الخيار رغم ارتفاع الضغط الشعبي والسياسي عليهم سجاد الموسوي العراقية الاخبارية بغداد